المجتمعات عموماً لا تنفك من كل جيل أن يحدث فيها أشياء فأنت لو شغلت نفسك بها حلالاً أو حراماً آداءاً أو تركاً لن تنتهي سجد من يوافقك وسجد من يخالبك لكن السؤال أنت أنت أصلاً دعك من كونها حلالاً أو حراماً أنت هل لك تعلق بها أو لا؟ أحياناً ترى يتعلق بها من يرى في نفسي أنها تسد نقصاً فيه فتأجد منصرفاً إليها فمن الصعب أن تهدمه وتسلبه شيئاً ويحسنه فأنت إذا أحسنت شيئاً هذا عقل لا تحرم الناس الذي لا يحسنوه وإن أحسن الناس شيئاً أنت لا تحسنه لا تجعله تقف عليهم من أجل أنك أنت لا تحسنه أنت لا يلزم أن تفتي في كل مسألة وفي الحديث وإن الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها عندما تسألني أنت وأعرف شخصك ووضعك وعلمك وعقلك بعد ذلك أنا أقول لك افعل أو لا تفعل أما الكلام الجواب العام يعني أنا أذكر أن فتن جاءني في المدينة قبل لم أنسى عشر سنين كان معه جهاز كمبيوتر ظهر قبل الأيبادات وقبل هذا المهم دخل عندي في البيت ثم قال أنا أريد أن أطلعك على أشياء ففتح الجهاز وظهر لي أن أشيد كان ينشدها يعني صوته حسن وقال انظر هذا نشيد أنا شدت في محفل كذا وأن أشيد في محفل كذا وأنا أريد كلمة تشجيع فأنا طويت الجهاز وقال طيب جيد وجلسنا نخرج عن الحديث ونشرب القهوة والشاي كما يصنع كل ضيف بضيفه صرت أسأله عن شخصيته أسأله أشياء أخر غير الصوت الحسن فوجدت لدي قدرات ولدي عقل ولدي همه قلت أنت ستصل إلى طبعة الطريقة الأول غاية ما تصل إليه منشد وأنا لا أحتقر صاحب صنعة كائنا من كان لكن أنت يمكن أن تكون أعظم من هذا أنا الآن أعرفه تماما والله الآن أصبح قاضيا في البلدة التي هو فيها ترك الطريق هذا مدام يقدر الحفظ حفظ القرآن مدام صوته حسن صلى إمام وأصبح إماما أكمل الدراسة كان وقت في الثانوية أكمل الدراسة الجامعية تخرج تقدير عال جدا دخل سلك القضاء وفق فيه في البلد الذي هو فيه من خارج المدينة أولا المقصود التوجيه الشخصي غير التوجيه العام لكن تأتي شخص مثلا ما علي لا تكلم في أهل الشي لا تكلم في أي مجال آخر هو الآن يحسن هذا الأمر وآخذ يجاهد نفسه يصلي بار بوالديه لم يأتي كبائر فتأتي أنك لأنك لا تحسنها لا تحب ولا ترى هذا أهم تقول هذا ما ينفع هذا ما يصره أنت تعرف هو لا يحسن شيئا آخر فلما نقفت هذا الأمر فيه أصبح خاليا جاء أهل الفساد جاء أهل الفجور سلكوا به مسالك فترك كل شيء كان يحسنه كل أنت خفت عليه من ضرر يسير فإذا به يتلبس بما هو أشد